موسيقى خلصت السنة وما لقينا بديل العبد المهدي ولا شفنا واحد من الفاسدين نحطه بالسجن عفيا بلد لا لاقين بي نزيه نحط رئيس وزراء ولا فاسد نخليه بالسجن ها الكتلة الأكبر ها الرئيس ما يقبل ها الساحات ترفض ها الرئيس استقال وظالين اطلعوا عليه الشباب بعده بكرسية والحرامية بدل ما كانت تتقاسم المناصب بالليل صارت علني وبعز الظهر وبعد الاثفر اللي جدنا نقدر نجرح به محاصصة الكتل همشي لعناه لين بقى رئيس حكومة بلا صلاحيات مطلقة وخلينا يصرف الأعمال وظل البيت لمطيرة البرلمان غايب والنواب ما يطلعون يصرحون وكل واحد يقل لك هل الفترة خلينا ساكتين؟ خلي تصفوا ونطلع نحج وما ندري ليش أصلا متصدي للمشؤولية لا هو تارك مكانه للأكفأ منه ولا للأفضل منه مثلا إذا ما تقدر تسوي شي داخل البرلمان والكتلة خانقتكم ورئيس الكتلة يحاسبك عن نفس اطلع بالبرامج ويانا اشرحنه واضحنه سولفنه متاخذ راتبك ومستحقاتك ماشية ليش ضعم راسك لو تطلع تحجينها لو تستقيل قابل بما المنتهي قانون الجاذبية هذا رصدنا لحديث العراقيين اليوم وأول ملفات العراق شعب ينتظر وبرلمان ينظر في هذا المحور أو في حلقة الليلة سيكون معنا النائب المستقل سيد كاظم الصيادي سيادة النائب مرحبا بيك شرفتنا في حديث البلد حياك الله حياك الله حبيب مرحبا أول مرة بقناتنا الجديدة نستضيفك في حديث البلد سيادة النائب بداية أريد أنسألك وين البرلمان خوي ماكو شو مش كاعد تساوون سولفنه رئيس وزراء تصريف أعمال الكتلة الأكبر راحت ابن البرلمان الرئيس الجمهورية البناء ماكو بقه رئيس وزراء تصريف أعمال مسيطرة عليه الكتل وينكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل الأخوة ومشاهدي القناة الأفاضل بالحقيقة أنا أتمنى أن يتغير عنوان الحلقة مالتك من شعب ينتظر وعراق يعتصر يعتصر الألم والجوع والفقر والمعاناة اللي سببتها هاي الطبقة السياسية الفاسدة اللي ما قدمت أي شيء للدولة العراقية سوى السرقة سرقت المال العام وسرقت الدولة وسرقت الحكومة وسرقت الشعب وسرقت ما أقسم عليه الجميع ما عدل بعض من بأن أقسم بالله على أن أحفظ مياهه وأجوائه وأرضه أعتقد هذه عبارة هل سوى باليمين يعني؟ أكيد مئة بالمئة هذا ما يحتاج يعني اليوم الكل يتحمل المسؤولية الكل لم يقدم شيء سنة من مر على الحكومة وسنة وأكثر مر على مجلس النواب العراقي لم يقدم الأثنان شيء يرتقي بمستوى المسؤولية ومستوى البرنامج الحكومي والبرنامج الحزب الذي قدمته الأحزاب السياسية في معركة الانتخابات البعض رفع شعارات والبعض الآخر بدأ بالإهزوجات والبعض الآخر بالإكذوبات واليوم نشاهد ما يعاني منه الشعب العراقي من الألم والاحتضار الحقيقي الذي للأسف الشديد تعاني منه الدولة العراقية في قضية سرقة الابتسامة في قضية سرقة الطفولة في قضية سرقة الشيخوخة في قضية سرقة ذوي الإحتياجات الخاصة في قضية سرقة الدولة العراقية يعني أنت اليوم إذا تطلع للشارع العراقي تلاقي جندي مجاهد سواء بالداخلية أو بالحجد الشعبي أو بالدفاع انبترت من عند الرجل والدولة العراقية غير قادر مجلس الوزراء أن يقوم بتصويت وتخصيص أموال لهؤلاء في قضية بسيطة جداً وهي إعادة هذه الأرجل التي كانت أوتاد تثبت بها أرض العراق من الانزلاق في قضية السيطرة الداعش للأسف الشديد لم يستطيعوا يقدموا هذا الشيء أنا قلت قبل أن يستقيل عبد المهدي ناشدته عبر كثير من القنوات بأن لا تقدم الاستقالة إلا بعد إيجاد الكتلة الأكبر الكتلة الأكبر كذلك قد قتلت على منصة التوافق السياسي ما بين الكتلة السياسية التي أخرجت شيء اسمه الفضاء الوطني، الهوية العراقية، العراق الأكبر يعني المسميات اللي سمعناها بوقتها و بوقتها قلنا أكذوبة واعتقد بجنابك التقينا بقناة آسيا مرتين و قلت لك أكذوبة و قلت لي شون أكذوبة قلت لك راح يثبت التاريخ والأيام بأني صادق وهؤلاء عبارة عن أكذوبة لأن ما يأتي من الأكذوبة هو عبارة عن أكذوبة و ما يأتي من الأحزاب الفاسدة هو عبارة عن إكس باير فاسد و ما يأتي من الأمراض هو صرطان اليوم ينتشر في كل الدولة العراقية لا نعرف كيف نستأصل هذا الفساد السؤال، أستاذ كاظم يقول لك الآن كل المشكلة بالبلد تصير يعني يوصد يوم البرلمان، البرلمان ما يلقى حل العقدة يمكم في مجلس النواب لا خلي أصحح لك بعض العبارات يعني أكو قصور واضح في مجلس النواب العراقي لأسباب الأحزاب والكتل السياسية أنا أعتقد كل أخواني زملائي في مجلس النواب لديهم الرغبة والإصرار ولكن للأسف الشديد هذه الرغبة وهذا الإصرار البعض منهم يقتله قضية السيطرة والهيمنة لبعض الزعماء الكتل السياسية لبعض الفاسدين المتنفذين داخل الكتل السياسية لبعض الأجندات المحلية والإقليمية والدولية التي تتصارع من أجل الاستحواذ على هذا القرار على حساب ذلك القرار يعني ثلاث دورات برلمانية بسيط فشي بسيط يعني صدان بقذارته صدر ما يقارب أكثر من 32 أو 23 قرار لتمليك عشوائيات لشاغليها بأموال هس إحنا صارنا ثلاث دورات يعني صارنا عشر سنوات اليوم دخلنا نحاول نملك العشوائيات مجلس النواب ما استطاع أن يملك الاسم تجي لكل أعضاء مجلس النواب لكل الكتل لكل الزعماء لكل البرامج كل دفتر يصدر لدعايا الانتخابية قبل الانتخابات تمليك العشوائيات زين تشذبون على الشارع العراقي لو أنتم بالأصل كذابين لو أنتم كذبتوا هاي القذوبة وصدقتوها وأصبحتوا جهل مطبق كاذب مطبق إنسان غير محترم لأن اللي يكذب على نفسه يعني يفقد الغمير يفقد الإنسانية طيب بس وضحنا سيد النائب حكومة عادل عبد المهدي كانت تسير بخطوات باتجاه الحلول والكتل السياسية وجشع وطمع الأحزاب من وراءها عرقلت شغله وحدت من عمله وطوقته لأصدر حكومة عبد المهدي ما بيها منهاج بالمناسبة عدم الذهاب في قضية اختيار عبد المهدي الكتلة الأكبر أضاعت عبد المهدي وأضاعت الدولة العراقية ومسؤول عن قضية إيجاد التوافق السياسي في قضية الكتلة الأكبر لا يتبرى ولن يتبرى ولن يسامحوا الشعب في قضية القضاء على الدولة العراقية وإيجاد الدولة العراقية من هو؟ يعني الكل اللي يشتركوا في قضية التوافق السياسي نين؟ والابتعاد سائرون والفتح خلينا نبتعد عن المسميات مهم مسميات أكيد 100% يتحملون المسؤولية خلي نبتعد على المسميات ونبدي خوض بالعموميات اليوم الشارع العراقي أصبح هو واضح له أشياء واليوم أصبح يعلم هذه الأكاذيب التي للأسف الشديد في فترة من الفترات صدقها وصدقها بسبب قضية الجوع الألم الفقر الحرمان اللي أوصلتها إلى الكتل السياسية وكانت تتأمل في بعض الكتل السياسية أن تجد لها قدم في قضية إيجاد الوطن والمواطنة ولكن للأسف الشديد أضاعت الوطن والمواطنة بهذا التوافق اليوم هناك قضية مهمة جدا عجب بس هذه النقطة عادة التوافق بكل مكان بالعالم يؤدي إلى سلام ليش عندنا التوافق ويؤدي إلى أخرى لا 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 يعني خلي توضح لك بين قوسيا وضح للعنوان قضية التوافق أن تتوافق كتل سياسية في إيجاد كتلة أكبر تسير في قضية إيجاد حكومة وتسند هذه الحكومة إحنا ما وجدنا هذا شيء إحنا يعني ماكو مسمى يعني لا أقدر ألقى لك مسمى سياسي موجود في ظل هذه الأجواء ولا أقدر ألقى لك مثلا كل الأمثال اللي أريد أطرحها ما تنطبق عليهم حتى مستوى يعني مستوى إعادة تدوير النفايات هم ما بدت تتلاء أموياهم ها أتريد أقصى يعني تعبير ما لقيت أقصى يعني ما يعني أضرب مثل يعني أقول حرامات لأن حتى النفايات مرات تطلع من عندها بعض الأمور جيدة اللي ممكن يستفاد من عندها المواطن تستفاد من عندها المصانع تستفاد من عندها بعض الأمور عندما تدور عادل عبد المهدي الرجل أنا يعني دزيت له من بعض المستشارين من بعض الأخوة نصيحة قلت له لا تنطل كتلة سياسية كل شيء لأن بعد ما تفرغت جعب مالتك راح يطالبون باستقالتك يقيلوك يدورون أمور أخرى مثل ما دوروا على السابقين وهذا ديدنهم هذا توقعك كان إليه أنا تتذكر جنابك مع بداية الاختيار عبد المهدي قلت لهم والله العظيم سوف يأخذون منه كل شيء وسوف يقتلوه ويعدموه مثل ما عدموا القبله الله صح هذا قلت بس السؤال شا تسمي اتفاق الفتح وسائرون على تسمية سيد عادل عبد المهدي بعيدا عن تثبيت ذلك بأنهم كتلة أكبر داخل البرلمان عشاء عليهم نتفقوا محاصصة لغايات حزبية أكيد لغايات نتفاقية انتفاع بعيدا عن التفكير بمصطحة الوطن أنا أسأل وأنت كلمة المحاصصة لا ما قلت لي لا قلت عبارة أنا كل شيء حلق لعليه سيادة النائب لا 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 قل لي إيه لو لا قل لي لا أقرأ كل كتب لا لا أنا ما رح أقول لك لا أقل لي كل أقرأ كل كتب المحاصصة كل شيء اسمه محاصصة فيه كل معنى ينطبق على هذا الموضوع بكل الكلمات تنطبق على هذا الموضوع يعني أدعو كل الشعب العراقي أن يدعو لما هو المحاصصة ما هو مفهوم المحاصصة ما هي الإثار السلبية للمحاصصة ما هي الأحزاب التي تتنزل في نظر مجتمع على مستوى المحاصصة رح تلقى الإجابة هناك واحد رح يقول لك الآن سيادة النائب ترى هذا الخلاصة اللي لم تكن يتقابل بها وكثير من الناس رافضيها وتقولوا المحاصصة وتشتموها من الصباح حتى المساء بديل هالخراب بلد عرقيات واثنيات بلد عراق واثنيات مختلفة لا يمكن أن يحكم الله بهذا الطريق أخو لا لا والدليل هذا الخراب لا 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 خلي أخدمك بموضوع فضل يعني مثلا أنا قلت للمتظاهرين قلت لهم أخوان استمروا بمظاهراتكم السلمية إيه وأبقوا في قضية الموازنة راح تلقون من الخائن من الدجال من الكذاب من المدعي من اللي يركب الموجة من يضحك على الشعب العراقي في قضية الموازنة الموازنة هي اللي راح تثبت من اللي يحافظ على المال العام ومن اللي يسرق المال العام ومن اللي هادن بعض الكتل السياسية على حساب ناسه وجمهوره وطائفته وقوميته على حساب الآخر لأجل الإيقاع بالآخر لأجل الاستحواذ على أحد المقاعد لأجل اتفاقات القذرة التي تجري خلف الكواليس بين فلان وفلان على حساب المصلحة العامة الكل يعرف يعني ما يحتاج اليوم قضية مهمة جدا اليوم إذا تشاهد خلال سنة سنة الكل يدعي بسرقة المال العام الكل يدعي بتقديم الخدمات الكل يدعي بأن المواطن العراقي هو الأهم والمهم وهو المقدم والنتيجة والنتيجة ماكو إذن بما معناه شنو الكل تدعي كذبا وزورا وبطلانا وبهتان زين وافتراء إذا أريد نقول الآن البرلمان الكرة بملعبة أكون مراقب يقول لك الكرة بملعب البرلمان رشحوا رئيس وزراء يقبل بالشارع نحن نحترم الدستور الدستور يقول الكتلة الأكبر ترشح رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية طيب هذا السياق أنا من ما أشوف أنا هذا الدستور بالمناسبة كنت معترض علي منذ البدء لم أصوت عليه منذ الدورة البرلمانية الأولى طالبت ويأكثر من مرة بإعادة يعني تغييره بتدويره بالانقلاب عليها بأي صيغة من الصيغة لأن هذا الدستور قاتل للدولة العراقية ماسح للهوية الوطنية قاتل للمواطنة قاتل للدولة قاتل لكل شيء اسمه العراق مهذا الدستور هو كيف هو هذه المعادلة؟ مهذا الدستور وفي قوانين صار لك نائب كم دولة بالبرلمان؟ لا القوانين تقر من أجل المصلحة العامة يعني مثلا شنو دخل الدستور يقول بالمادة 30 توفير كذا وكذا وتوفير سكن ملائم لكل مواطن عراقي يعني لكل عائلة اشتقينا من هذا الموضوع أن لازم نوفر كل مواطن عراقي سكن بس لما انتجي المادة 112 وتقول لك يا أبي وتقول لك العلاقة في قضية إدارة النفط والغاز اللي هو بالمادة 110 ملك الشعب العراقي يقول بالمادة 112 يقول أن تكون الإدارة ما بين الإقليم والحكومة المركزية مشتركة يعني شنو؟ يعني مو تيجيني تضحك علي وتضحك على الشارع العراق وتقول لي صدر ميتين وخمسين زياني ذا ميتين وواحد وخمسين واحد وخمسين يروح بيات جيب بجيب يا حرامي بتواطئ يا حكومة بإذلال وإقرار وإذعان من يا تصويت مجلس النواب ترى ما قابل ثقوة اعتقدة أنا مو أدافع عن الأخوان في مجلس النواب مجلس النواب اليوم ما إلى دخل على الرغم من قضية التصويت الأخير في قضية الانتخابات كان عكس ما يريده الشارع العراقي زياني الشارع العراقي راد لكل مئة ألف دائرة أن يكون الفائز بأعلى الأصوات مو أعلى الأصوات فقط اللي أعلى الأصوات يأخذ لخمسمائة لألف لا بنصف زائد واحد من عدد المصوتين وذا ماكوا تجري المعادلة مرة أخرى بين أعلى أثنين وياهل يأخذ أعلى أثنين ويمشي حتى يفعلا يمثل الأخوان لا دوروها على مدى المصالح الحزبية على مدى المصالح الذاتية واتدور لكن للأسف الشديد اليوم نجد ردود فعل فقيرة جدا بسبب سيطرة البعض الأحزاب السياسية على قضية التظاهرات بهذا المقدار ما تشوفه جيد هذا المقدار المتحقق من التغيير في قانون الانتخابات بالعكس بالمناسبة أنا هسا راح أقول لك بكلمة وإن شاء الله نلتقي مع الانتخابات طبعا أنا ضد قضية سانت ليغو وكذا وكذا بس مع هذا التقسيم الأحزاب السياسية المبرمجة الأحزاب السياسية أصحاب السلطة والمال راح هي اللي تفوز صدقني ولا مستقل راح يفوز إلا ما ندر بينما قد يكون في سانت ليغو باعتماد الواحد مو الواحد وأي كسروية من المحتمل أن شباب من المحتمل أن طبقات من المحتمل أن ناس مثقفين ناس بوسطاء يكونوا لهم كتل سياسية مع الزيادة العددية لهذه الكتلة قد تنافس تأخذ مقعد هنا مقعد هناك بعض الكتل مقعد هناك تقدر تجتمعوا بباحدة تصل إلى قضية تجميع الكتلة الأكبر لكن بهذا القانون أنا ما أعتقد على الرغم من هذا القانون طبعا مخالف للدستور وراح يصير بيه فضائيين سمعنا بالجيش فضائيين سمعنا بالموظفين فضائيين سمعنا بالأمور الأخرى بس إنتشاف لك انتخابات بيها فضائيين خايب بيها فضائيين الانتخابات القادمة شون فضائيين؟ وين راح يصير من دوله؟ بالدستور يقول لكل مئة ألف نسمة مقعد زين احنا مثلا هسا اليوم اليوم مثلا خلينا ضرب لك على محافظتي واسط واسط مليون وأربعمية يعني يراد إنا أربع طعش مقعد حددوا لنا 11 شقد عندنا فضائيين؟ 300 ألف فضائي يراد إنا ثلاث مقاعد جديدة قلنا لهم أخوان أنتم بالبداية قدام الشعب العراق هواي سولفتوا تشذبتوا وادعيتوا زوروا أبوهتان وكذبوا وبعضهم قد صادق بعضهم ما أرد أقول الكل بعضهم قال يابا إحنا نريد نقلل أعداد وأعضاء مجلس النواب رجعوا على 329 لأن أنا بأكثر من الاجتماع قتلوا مخالف للدستور رجعوا وقتلهم زين خلين زين بس على شر مخالف بالدستور قصدك لازم يزيد عدد أعضاء مجلس النواب أكيد وقلنا لهم أخوان الرض الشارع اليوم بقضية يعني مهمة جدا قيمة الأموال الموزعة على 329 تتوزع على 380 بهذا المبلغ أو تسوون تعديل دستوري على 300 اللي ردتوا 254 أو 246 العدد اللي أنتم اختاريتوا بس هنا تجيك المشكلة المشكلة مع الأسف يعني أكو بعض القضايا المسيسة أكو بعض الكيبوردات اللي تدفع لها أموال سوى أبناء السفارات أو أبناء الأحزاب أو أبناء المؤددجين في الداخل أتباع الإقليم وأتباع يعني مقصد الإقليم الإقليم الأقلمة أو التدويل مع الأسف هم اللي يسيرون العقل الجمعي داخل الكثير إحنا الفقراء المسطاء المشتقلين ما عاد يسمع عنه يا سيد النائب ليش مو الرافضين لسلطة الأحزاب مثل ما ترفضه جنابك الرافضين الرافضين اللي هيمنت وسلطة هذه الكتل السياسية لمدة 15 سنة 16 سنة اللي راحت يعني كل واحد يرفض لا لا اسمع مني المتظاهرين عندهم رأي جمعي في قضية القضاء على الأحزاب هاي الانتخابات راح ترسخ الحزبية داخل المجتمع العراقي هس أنا أنا ما أقول قد أكون خطآن أنا في تصوري واعتقادي ويقيني أنا متأكد الانتخابات القادمة راح تهيمن والسيطر بدرجة 100% قضية الأحزاب هاي الأحزاب نفسها نفسها يعني قصدك تقول أنه التظاهرات الصارت تجي تطوق نجات حتى تقدر تعيد نفسها من جديد وتهيمن وتفرط نفسها صدقني راح يأدلجون نفسهم راح يوزعون الأموال على دوائر اللي يحددوها راح يفوزونهم ونفسهم راح ي المستقل ما يلقى لأي موطئ قدم أي دائرة انتخابية قد يفوز من هنا وهنا يعني أنت تعتقد أستاذ كاظم قبل الواحد عشرة فرص المستقلين وشغلكم كمستقلين كان أكثر أريحية وأنه هاي الأحزاب والكتل بدأت يعني ينحسر تأثيرها ونفوذها بالمناسبة العبيد ما كان القرار اسمع مني اسمع مني إذا شفت سياسة الكتل السياسية في قضية هيمنة رؤساء الكتل السياسية على الأحزاب بدأت تضائل إذا تشوف مجلس النواب اليوم اسأل كل الكتل السياسية الرؤساء الكتل السياسية يقل لك أنت مسيطر على الأعضاء اللي موجودين عندك يقل لك لا والله ما عندهم صغرة الآن بفضل التظاهرات لا 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 صدقني أكثر من قانون أكثر من قرار أعضاء مجلس النواب تمردوا على التوجيهات والتوصيات اللي إجتت من القيادات بقضية الاس ام اس أو القصقوصة أو الورقة أو التوجيه أو الاجتماعات أو الأمور الأخرى التي تحدث من هنا وهناك قبل التصويت أو أثناء التصويت رسائل تجعل الموبايلات صدقني بدأوا الكتل السياسية بسبب لا بفضل التظاهرات لا 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 صدقني صدقني ثق واعتقد لا بفضل شنو قبل المظاهرات تقوى النائب غير صار قوي والله العظيم قبل التظاهرات كثير من الأعضاء داخل مجلس النواب رفضوا للكثير من التوافقات والاتفاقات السياسية في كثير من الاختيارات والدليل عندك مثلا رئيس الجمهورية كان متفق على اسم يجي اسم غيره أكو بعض الوزارات أسقطت أسمائها وإجت بأسماء أخرى أكو بعض القوانين أريد لها أن تمرر بغير الآلية التي مررت مرت بالآلية التي اختار أعضاء مجلس النواب خوش يعني هذا تشير لمرحلة أنه كان الفؤاد حسين المفروض هو سير رئيس وجمهورية باتفاق زماء الكتل يجي برهم صالح قد يكون فؤاد أو قد يكون برهم بالمناسبة خلي أقل لك بقضية مهمة جدا قل لي أنت جنابك تكلمت على قضية السيطرة والهيمنة لبعض الكتل السياسية وعدم احترام كذا كذا أنا قلت لك مو التوافق اللي يجيب قلت لك التوافق هو اللي يضيع الدولة العراقية بسبب التوافق بين الكتل السياسية على سرقة المال العام والهيمنة والسيطرة والغطرسة والابتزاز للكتل السياسية على القرار السياسي العراقي على مستوى التنفيذ وعلى مستوى التشريع وحتى على مستوى الرقابة القضية المهمة جدا بهذا الموضوع اليوم إحنا إذا أجينا لقضية اليوم أنا مثلا ما أحد نسيطر عليه أنا نزلت داخل كتلها مستقل في زت مو بفضل حزب ولا بفضل سياسة ولا بفضل كيان عاوني أنا كاظم الصياد نزلت بإسمي بجمهوري جبت أصوات وفزت القضية المهمة جدا الديمقراطية لحد الآن الكتل السياسية تعتبرها عبارة عن مغنم بعد معركة يجب أن توزع الغنائم توزع الغنائم الغنائم منه؟ الغنائم الدولة والشعب العراقي وكل ما داخل الدولة العراقية من المواطنة والأسماء الأخرى هذا شلو نتقاسموش بس بعلي هو لو كانت هناك إرادة حقيقية ما أنا ليش رئيس الجمهورية الكردي خوب أنا اليوم أجي بلد إفنيات وعراق لا 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 أكو مفهوم خاطئ عد جنابك وعد الكثير من الشارع لمفهوم الديمقراطية الديمقراطية الكتلة الأكبر اللي تفوز تحترم الأقليات وتنطيها حقوقها يعني مثلا يعني أنت تريدنا نصير مجتمع لندني وديمقراطية 30 سنة لا لا مو إحنا دمرنا الدولة العراقية بها اتفاقات والتوافقات وتدوير الشخصيات وتدوير الأموال وسرقة الكومنشينات هس رح أسولي فلاكسات الدولة العراقية اليوم محتاجة بنزين ومشتقات لو ما محتاجة المفروض خوب أكيد محتاجة زيح اسأل أي واحد قل لها مصفة واسط وهي يخليها قضية ري عام وتمنى اليوم الشارع العراقي أن يضامن أنا أدعو اليوم المتظاهرين في التحرير في واسط في البصرة في العمارة تعاني مظلوميتنا في محافظة واسط زيح قضية مصفة مئة برميل مئة ألف برميل إنتاج يومي مصفة واسط مصفة واسط و جاي مستثمر بفلوسه لا خلفة الله على واحد دولة ما عدها أربعة مليار تدري إش قد يشغل هذا يشغل ثلاثة آلاف مواطن في محافظة واسط يعني ثلاثة آلاف عائلة هذا رأيك لو بدراسة الجدوى مكتوب وشغل ثلاثة آلاف لا لا دراسة أسأل أنا أكون في اليوم أسأل لك حلقة وأجيب لك كل أوراق بالمناسبة إجت الشركات وقدمت وأكوا مبتزين أخذوا ثلاثمائة ألف دولار من واحد وما رضوا ينطونها الواحد للثاني وسق طول أول نرجع والطول الثاني سمعني نسأل ليش حرمت محافظة واسط كما حرمت بقية المحافظات من مواردها ليش لأن المحافظة يريدون منعدها من هذا المستثمر وزارة النفط السراغ طبعا أنا قلت للسيد الوزير وإهتم بهذا الموضوع وقال إن شاء الله بالفترة المتبقية إلي أحيله يريدون خمسة مليون دولار خاوة ابتزاز من المستثمر قذارة سرقة من المستثمر حتى يحولوا له صار إنا تدري تشمسنا بالمانشيتات مالت القائلات الفضائية أربع مرات تم إحالة مشروع مصفة واسط ليش ما تحيل أفندي مشروع واسط وفلوس لأخي الفترة الله عليك مو من الدولة العراقية يا أخي مستثمر لأنا أكو بوق أكو حرمنة أكو ناس سفلة موظف بسيط جدا يضع العراقيل في قضية إقامة مصفة واسط قضية نسيج الكوت إحنا اليوم هسنا نسألك سؤال كل الملابس اللي انتهس أنت وآنت أكو شي انتاج عراقي لا إحنا عدنا بالكوت من أرقى المعامل النسيجية بالمنطقة اللي كنا في الزمن الدكتاتور السابق القذر نصدر هاي الفانيلة بالأردن وببعض الدول يقول إذا كانت فانية واسط يشتروها خسرنا على المصفة ما يقارب أكثر من مليار أو مليارين ولحد الآن المصفة يعني صور أفضل بيرية تصنع في كل المنطقة في معمن نسيج الكوت روح لها لحد الآن كتلها الرطوبة وعفنت وبخمسة آلاف عراقي يشترون بثلاثين ألف و بخمسة وثلاثين ألف و بخمسة وخمسين ألف من الصين معاد تعبان تلفان حتى يبوقون وإذا أسولف لك للصباح ما نخلص زراعة أنهوها دمروا البلد أي ثروة ياهل يجيك اليوم يقول لك أنا عندي نهضة وين هي النهضة كل الأحزاب مشتركة في الحكومة نطيني برنامج تنموي أنا ليش طردوني من قضية وزير التربية تدري ليش ليش لأن جيتهم ببرنامج ما بيبوق قلت لهم نبني 15 ألف مدرسة بالآجل مقابل فائدة بوينت واحد ناخذها من عندنا صحاب الرواتب الكبيرة الفوائد والأموال التي تخصص المدارس لمدة 10 سنوات نطينيها حتى نبني المدارس لمدة سنتين يصير كل الدوام صباحي ما قبل لو طردوني ليش ما خلوني ما خلوني لأن ما بقيت ما جبت لهم مشروع يبوقهم هذا المستثمر هاي شركة هنوى أو غير هنوى راح تجي تشتغل بفلوسة ما تطينيهم هم يريدون كل سنة تنحال ألف مدرسة ألفين مدرسة جهل فقر ازدياد أعداد الطلبة حتى تحتار الناس بالطيالة بالطلاب بكذا 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 أسألك بالله حتى المدارس الأهلية تشتغل حتى تشتغل حتى الجامعات تشتغل تدري تحويل إجازة الجامعة بيش بأربعة إلى ثلين مليون دولار تحويل إجازة الإجازة ما المنح الجامعة وخاف يكذبون عليك البعض ما أقول الكل والله العظيم يكذبون ماكوا واحد قد ما قدم فروض الطاعة بالأموال يا الله توقع هذا إلا ما ندر قد يكون تابعة لحزب جو والعباية لأن هناك بعض الجامعات والله العظيم ما أقول لك يعني أحسأ خاف وأقول لك فإسم ما يليق بالبرنامج ما يليق بالمستمع ويطلع عنا واحد لاحظوا لا بختي ظل يصولف والله قل لك كاظم الصيادي سولف يك والله العظيم أكو بعض أفضل وأنظف من بعض الجامعات زين لا موقع جغرافي لا تخصيص لا حمامات لا قاعات دريس لا تقنية حديثة لنتابعة لفلان وفلتان وعلان وينقرون بيها فلوس بسطة ولد الفقراء بينما كان من الممكن أن يوسعون الجامعات بدل ما تقبل كلية التربية خلي نقول أو الطب في محافظة واسط ميت طالب خلي صير خمسمائة طالب وهذا النوع بالتعليم الموازي التعليم الموازي تعال يا بأ تعليم الموازي تعال ادفع بشرفك بشرفك أكو مواطن عراقي يا خستة وتسعين بغيرتك بناموسك بكل الأعراف وبكل ما تؤمن بي العرب وكل ما تحلف بي الأديان أكو واحد يأخذون من عدة 12 مليون يا سفلة يا ما تسلحون يا سراق للمال عام وما أقصد شخص 12 مليون موازي الكليات الأهلية اللي أصبحت اليوم الكروش والتجار مليارات منتما منتسرق تدري بعض الطلبة يجون يقول استاذ كارض الفدوة غديلك والله اشتغل بالكافيهات العصر على مود أوفر فلوس إلي والعائلتي وأمطين دنطيني واحد من قادة وزعماء الدولة المبجلين قاعد في يوم من الأيام وإجاء الكتلته وقال يا بهاي معاناة الشعب العراقي العرق كله على الكرسي نطيني واحد فد يوم آني صار لثلاث دورات آنا وإلاك نمطم ونصرخ تمليك العشوائية هاي تحفظ كرامة الإنسان طبعا بالمناسبة مو يجيك واحد يصفط عليك أن لا يملك دار هو وعائلته أثنيا يشتريها بالسعر مقابل تنزيل 50% لمدة 25 سنة ثلاثة أن تكون داخل التصميم الأساس عرض الشارع كون يكون 8 نمتار لا هو عشرة ولا هو ستة لا هو ضيق جدا ولا هو واسع جدا مقبول حتى تتوفر به الخدمات شنو الخطأ اللي طلبك أظم الصياد والكتل السياسية ما تساعدين زين جابة رئيس الوزراء مؤخرا قال أكوفتشين ملك العشوائيات على أن تكون خارج التصميم بالمناسبة بالدورة البرلمانية السابقة مع النهاية وصل للتصويت لكن كتلة بدر مع الكتلة يعني السنية أو كذا لأن هذا يريد يستجوب وزيرة وهذا يستجوب وزيرة تفقوا أن يخرجون وما يسووا النصاب على مدلي صوتون على إقالتهم مقابل عدم التصويت على قانون يخدم ويقارب خمسة مليون مواطن عراقين ناقشناه بحلقة كاملة هذا وراح نناقش ونبقى نناقش وذا أكو شريف بكل الزعامات العراقية وذا أكو واحد عنده دين وذا أكو واحد أنا أتمنى من رئيس الوزراء وراح أقدم له طلب أن يملك العشوايات بقرار بمجلس الوزراء لأن مجلس النواب ما عاجز النواب يريدون بس الإرادات السياسية ما تريد ما تريد تملك ذولة حتى كل الانتخابات والعباس والحسين وزيد وعمر والمختار إحنا راح نملكهم ويجون يتشذبون عليهم وبسبويسات وتعرف الانتخابات السابقة كانت انتخابات السبويس وبطلاقة السبويس انتشر على كل انطيني من انتهت الانتخابات لحد الآن أسألك بالله عربانة سبويس من هاي الدفع ما العمالة توزعت المواطنة ليش كربلاء مفلشوهن على رسوم يا طهو زيان يا أخي ونقول ما يخالف وقل القياسات أن تكون القطعة مخصصة للسكن أو زراعية انتفت الزراعة منها وتحولت ضمن التصميم الأساسي سكن يا أخي يطلعوا لك معرقلات يقول لك يا أبا هذا عنده ربع 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 الرقبة مالة الأرض هذا ربع رقبة مالة الأرض هذا بالعكس المفرود يتحاسب هذا أصلا باع الربع مالة وال75 مالة الدولة هذا المواطن المقروض قدام الدولة وقدام أجهزة الدولة وبالمناسبة أكو بعض المتنفذين منهم وزير منهم محافظ منهم عضو مجلس نواب منهم عضو مجلس محافظة منهم قاضي منهم عضو مجلس بلدي منهم قائم مقام منهم مدير ناحية شبيهم ذولة سكتوهم كان يسرقون المواطن قدامهم قطعوا المواطن قدامهم بس نطوهم هذا نطو كل واحد حسب الدسوم مالته كامل الدسم ألف مترة متوسط الدسم خمسمائة مترة قليل الدسم مئتين وخمسين منزوع الدسم المواطن الباقي المقروض ما حصل كل شيء وراح نجي نبيحنا علي أمرت الثانية بفلوسة وقابل يقبل عمي يقبل بس خلو مواطن محترم تدري أسألك بالله خلوح أنا وياك اليوم العشوائيات ما البغداد ما الكوت العمار الناصرية ونقعد لنا بمناسبة ونسأل أبو العشوائيات وين ساكن يقلك مثلا بحي الزهراء هو مو بحي الزهراء بالمناطق الزراعية اللي دخلت داخل التصميم أو غيرها غيرها يستحي يخجل يقلك بالعشوائيات يا أخي إذا عنده غيرة ولو هي طفرة نقطة الغيرة إذا عندك شرف إذا عندك ناموس إذا عندك غيرة يا مجلس الوزراء هاي الجلسة في جلسة مجلس الوزراء راح أقدم لكم طلبان بالمناسبة أنا والأخي السناء الموسوي راح نقدم لكم طلب بأن يعتمد هذا القرار داخل مجلس الوزراء لأن مجلس النواب ما يريد يحطه أصلا على جدوى الأعمال أمو النواب أرجع وأكرر كل النواب يقبلون بس لونذا يا ست النائب هسا هذه مفارقة أرجع لك إليه راح تقل لي يش تقلل النواب مسيطرين والكتل هنا ما يسيطرون هنا ما يحطه على جدوى الأعمال لو يحطه للتصويت كل النواب يصوتون شفت مين هنا القضية مو قضيتنا إحنا إحنا بس يجي خلال خمس دقائق إذا كانت ميت فقرة صدقني خلال ساعة نكمل كل التصويت لأن كنا موافطين بالمطلق ما عدا أكو ما يخالب قلنا للم أخوان معقول الرئاسة ما توافق الدرجة لو تقول خاف اللي قد ما يأخذ به الانتخابات أنا قلت مو احتمال الرئاسة كتل سياسية تريد تبقى العشوائيات حتى تبقى دعايا أخي خمسة مليون مواطن هم واحد واثنين فالدعايا دسمة خمسة مليون مواطن عندنا بالعشوائيات ساكنين خمسة مليون مواطن عندنا أكثر من سبعمية وخمسين ألف دار عشوائي في العراق يفتقر لأبسط أنواع الخدمات بعضها يجي يقول لك والله بمناطق متميزة بالدولة إيه راح يشتريها بفلوسة صخمها الله وجهك وهي ذات قطعت ورنطت إذا إلك أو الغيرك هي المواطن عراقي لعد هذا مو مواطن عراقي هذا مو إلى حق المواطنة هذا مو كامل الأهلية لك هذا الكلام عيب هذا خجلوا من عندها هاي بطلوها هاي ما القضية الالتفاف على القوانين زيح إحنا هسه راح يجي واحد يقول الآن هذا الخطاب يا أستاذ كاظم خطاب دعاية انتخابية تتحضر منها السنة يعني شلون إذا حكيتها بدأت آني بتجلسة الأولى لمجلس النواب في هذه الدورة طالبت وقدمت وبالمناسبة اسم كاظم الصياد شالوا من القانون حتى رئيس مجلس النواب قال يدرج أنا قدمت قبل الحكومة بديت الدورة وهاي المرة طالبت بي بتجلسة الأولى وقعدت واجتمعت مع القانونية وقعدت واجتمعت مع لجنة الخدمات اسم كاظم الصياد شالوا قلت له مقبل أكو بعضهم ساوموني إذا تقدم اسمك كاظم تعذرناك وبعض الكتلة السياسية ما تريد قلت لعم مش هي لي الاسم إذا الاسم يعرقل شيلة زين بس مشو وما مشو ليش ما أعرف شنو العلة عمي والله أنا شفت والله خلي المجلس النواب والقوانين اللي تصعد رأي عام تصير ترند إذا تمشي مجلس النواب لا خلي مجلس الوزراء اسمع مني اسمع مني خلي مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء القادمة يصوت علي وهذا خطابي يا أخي طنعوا بحسنة يقدرون يقدرون يطلعون بحسنة بس مجلس الوزراء مجلس الوزراء عنده أسرار لأنه أكو قضية مهمة جداً القطع المخلل المصفرة داخل الأحياء السكنية كان فقط موظف البلدية أن تنبع لها بعشرين سنة هسه شملوا كل الموظفين وهذه المرة راح نقدم طلب اسمعها من عندي اسمعها من عندي هاية واتمنى من رئيس الوزراء أن يأخذها بالإنسانية أن يشمل يا أخي العراقين متساوين بالحقوق الواجبات هكار والفرص لماذا مركز عن الموظف هاي مادتي دستورية الدستور يكفل الحق الجميع زين وانتا تقول احترم الدستور ليش بس بالبداية البلدية بعدين قلت الموظف ياخش من الكل والكفالة تكون القطعة مالتا العقار مالتا ذا ما سدد صادق صدق لوت شذب صح خليها عشرين سنة وخلي الناس تسكن يا أخي عمي والله العظيم الأراضي اليوم جنابك أنا ذاك اليوم الحمد لله هم اعتمدوها شايف أبو تشير مقابل أبو تشير أكو معسكر ما بي بس عشرين سيارة اتحادية ومكان مال وصاخة وكذا وكذا قلت يا أخي ليش هذا مننا لحد الشط فتحوا هذا السياج فتحوا أساش ما تقل لي هو جدار برلين شالو هذا فتحوا وقطعوها ووزعوها لأخي أهل بغداد والله البغداد يستاهلون يا خاثم أسكر الرشيد متعاركين عليه على موت كومونشين حتى يأخذ الشركة الفلانية للحزب الفلاني 25 مليون دولار وصار لخمس طاعة السنة وصار لخمس طاعة السنة عمي جايين مستثمرين هواي بس عمي يقول مستثمر أنا عندكم مستثمر قال عمي أنا دعيت أحد الدول مصر مصر دعيتهم إلى قضية دزولة طيارة خاصة لأن دزيتهم أربعة مليار دولار وسكنون ببلاش يقول العراقة طب شاير جن طفلوس أطلع من السفلس مطلوب مطلوب حرامية ما يريد يبنون شنو المصيبة هاي وين يروح المواطن يا أخي سكن سكن يا ليوم يا قائد سياسة الدولة العراقية مع الدفلل وعمارات وشقق وفنادق وأرصد مو هنا بره سؤال مجلس الوزراء الآن بتصريف أعمال عدة صلاحية يقر هذه الأشياء اللي تفضلت بي جنابت لا 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 بالعشوائيات ولا راضي ما عنده مشكلة قرار مجلس الوزراء يصدر وينتهي الموضوع مو راح يقول لك هاي تصريف أعمال لا 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 ما لدخل قضيته وما نصدر لا تباقية ولا قانون مجلس الوزراء الآن يصدر قرار ينحسب الرئيس الحكومة وليا شمائيش وينتهي السجال تريد تملك العشوائيات وينه جابة غير جابة أنا دعا أعترض بعقلية الكتر راح تعترض بهالطريقة هذا مو اعتراض ما اعترضوا على المالكي لما سيادتك تذكر هذا حقد هذا أمراض هذول الناس مرضى عقليين ستاد كاظم اش بيهم ما اعترضوا على المالكي بقضية الآجل البناء بالآجل البناء بالآجل لياشو عبد المهدي منو اللي يعدمه منو اللي يعدمه عدم الاتفاق العراق الصيني كتلة السياسية ما تريد واحد يجيه نجح تريد هذا الشعب يظل فقير حتى كل وقت انتخابات ما에rente pledge المدنية المدنية يعني مو المدنية مثل ما يقصدها باعدلها باعدل دين وتمو دين مالد بالعكس الدين هو هو أساس التمدن الدين يعني النظافة المدنية يعني النظافة يعني الحضارة يعني الثقافة يعني الرقي يعني الخدمات يعني الماي الأرو يعني الآجل يعني المجاري يعني المدارس يعني المنهج يعني الرحلة يعني السبورة يعني الغرفة في هذه الحالة أستاذ كاظم أنه حتى سواء في ذيك فترة القضية المالكي في العقود الآجلة والآن في فترة عبد المهدي من سيسير نحو البناء سيأخذ الجمهور إليه في الانتخابات وبالتالي هل هناك من لا يريد أن يكون الجمهور باتجاه شخصية سياسية بعيدا عن رمزية دينية أحزاب السبويس مستحيل تقبل بالبناء لأنها ما عندها بداع ما تقدر تسوي لها خارطة لبناء مستشفى مدرسة هي طيها بس هي تحدث ثقافة مالتها سبويس هي ثقافة سبويسية لا ترتقي إلى مستوى النظافة ما عندهم غير هذا تعاملهم والتظاهرات شنو تقييمك إليه يعني شوف أنا أكو نوعين من المظاهرات هي مظاهرات بسحة التحرير لا نوعين ولا ثلاثة لا 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 المظاهرات مولا تحصر ليها بالتحرير المظاهرات بالنجف بالعمارة بالكتون نفس اللون نفس اللون ونفس الشعارات نفس اللون ناس ناس رادوا حتى بالمناسبة لحد الآن هم مارش حوا رئيس وزراء حتى يقول لك باشر نجيب لنا واحد وكذا وتقولون هذا لتم جبته ناس يريدون يا قادة الدولة يا ناس الدولة يا مواطنين الدولة وفروا خدمات للمواطن العراقي البسيط يا أخي أسألك بالله أكو حزب يجيب دوة لأمراض سرطانية اكس باير هو بيه سرطان انت تجيب لي اكس باير انت شايف لك واحد يبنك الدوة شاعله الحزب هو كل وزارة تابعة الحزب وهي وزارة الدوة وزارة الدوة خنسميه وزارة البوغ وزارة الدوة ها وزارة البوغ وزارة البوغ هنا كلنا وزارات البوغ يا وزارة ما مبيوغ انطيني يا وزارة ما مبيوغ بس وزارة الدواء وزيرها استقال ترى وزيرها شوف على الدين العلوان كان نظيف بمستوى النظافرات يرتقي بمستوى الدولة إلى مستوى عدم سرقة الأموال والإتيان بأدوية محترمة بمقدار احترامها لنفسه وللدولة للمواطن المافيات الحزبية المسيطرة داخل الوزارة قاتلة لا احنا صار النسنين نجيب أدوية يكسباير وصار النسنين نجيب أمراض سرطانية وصار النسنين كيفة وصار النسنين نجيب الدولار نجيبها بخمسة دولار وصار النسنين متفقين ويناسنا وربعنا اللي يضطوننا كوميشينات اللي يضطوننا بالأرصد لبره فلوس انت على أساس تجي تضرب هاي الخريطة ثاني شيئ هاي احزابنا مستفادة ورانا نحن انتخابات ورانا رأس ريد من عدنا فلوس مستفادة كوميشينات على أساس شكادي مثلا كل شهر برأيك مثلا شكادي يستفيدون من هذا وداعتك ما أقدر أقل لك مبلغ لأن قيمة المسروق من وزارة الصحة مع بقية الوزارات يتراوح أكثر من 200 مليار دولار من قيمة المنتج العراقي اللي يتراوح ما يقارب أكثر من 900 مليار دولار قيمة السرقة غسيل الأموال اللي سرقت بره غير المواصفات الفنية انت تصور راح أسولي بالأكسال فاسمعها منعدي ببساطة فديوم من الأيام وقفت عمل في منطقة بالكوت وقفت عمل لأن أنا شفت العمل غير مطابق للمواصفات نهائيا فذول أحزاب السلطة انتعرف في المقاول ما يجي عبثاً هاي الشركة وذي الشركة هاي الأحزاب تجيبه لأنه هو دافع لي قدام فأجيت سووا بثوا دعايات بأن كاظم الصياد يوقف هذا العمل لابتزاز هاي أنا رأساً جيت بالليال لقيت الوالدة العلوية ها علوية شو عجب قاعدة اليوم قلت والله ما قالوا لهي جقتل مسرعة روح للشركة باشر طلع عمل طلعت النزاهة ما للكوت أخذت عينات فحصة أو ما فحصة أو كذا اللي أذكره خلنا نكمل كلام اللي فحصة طلع مطابق 100% زين أنا أخذت عينات فحصتهم لقيتهم تزفت 100% قموا تجبت لجنة خاصة من بغداد من النزاهة طلعت الأقيام على حساب الفنية بما معناه مع الرطوبة مع الأملاح اللي راح تتآكل بها بالمستقبل هاي المواد تنتهي تتآكل ينتهي زين قياس التربة ويعني هو يتوح تدري سوى لهم غروا مواهم قيمة فرق البدلين بالمادة الفنية يعني نفرض نقص كذا حصو كذا رمول كذا غبرة كذا أمور واني هذا بعد السنة يروح ينتهي والمفروض القيمة المادية إليه تبقى عشر سنوات بعد عشر سنوات نبدأ الرقع زين هم لا خلال فترة هم دنوب خوش عندهم قضية يسدوني الشوارع بعد ما تنتهي سنة التصليح رأسني يفتحون الطرق وانتهت مدة التصليح والصبح الثاني يوم مثل ما يشوف هاي الجسر اللي باستدارة النهروان جسر ديال اللي يروح يكوت هذا خوب عجزة الأمم المتحدة العالم عن هاي الخسفة الليبي زين أسألك بالله جابه واحد عاقبه جابه واحد حاله ثاني شي ليش بس الإحالات بالقضاء وبالنزاهة فقط أعظام مجلس نواب ومحافظة ووزراء ليش لعد هاي السرقات اللي جرفت الأراضي اللي سرقت الأموال هاي الشركات البنوك 75 بنك بالدولة العراقية فروع منتشرة بكل العراق وبيها بالخارج هاي الأموال من ين جابوها أنا جدت لهم قبت العيطة علي بالنزاهة بقانوا النزاهة قلت لهم يا أخوان خلوا فقرة ومن الدولة هم جاية المصارف الأهلية وبعد يمكن الكليات الأهلية شالوها يابا شيلوها ما يخالف خلنط للنزاهة الدقيق بالأموال وديوان الرقابة المالية لهذا المصرف وهذا المصرف نفرض هذا المصرف عده 25 مليون دولار من ينجبتهم عباس وعلاو ومحمد وزيد وعمر وفلان وفلان عندك شغول لا تدري ديش لأن الجماعة 3-4 مهربين أموالهم عن طريق هذا المصرف ثاني شيء ما أقل لك كلهم معظم المصارف هي بالأصل تابعة لأقتصاديات ولأحزاب قصدك أقتصاديات قصدك اللي جاء الاقتصادية مع الأحزاب أي ولي قل لك لا قل لك أنت كذب ابن كذب ديش ما فرضتوا على هاي المصارف وهاي الأهلية المؤسسات اللي تربح أن يشاهمون على الأقل هلسا ما تقدر تقول لهم منين جبتين قل لهم منين مدرسة وفرضوا على كل راح أسأل بس عدي سؤال ما أنسى خلى أنسى سالفتي هاي اي 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 سالفتي بالمناسبة المصفى ومال الكوت عده منافع اجتماعية 18 بالمئة من الأرباح لمحافظة واسط لصندوق دعم الفقراء ويبني 500 دار ببلاش ويطور المنطقة اللي راح يبقى اللي يصير بيها المصرف من خلال المدارس والطرق شين المكروه بهذا الموضوع الخميس الجاي نفتح مصفى الكوت حلقة كاملة جي بيوثائق ان شاء الله خميس الجاي ان شاء الله حلقة مخصصة المصفى الكوت اللي تتحدث عنه جنابك بس كنت تحطنا بأسماء ترى اذا نبقى بالعموميات ما احد يقدر يحل موضوع لا راح اطلع لك الاسماء والمسميات بس يا اخي الماخذ 300 الف دولار والله عرفه قوله اسمعني اسمعني مو الانطا فاسد حتى يحيله الى ايه زيان هذا من نقول اسمه ايه تضمن للقضاء ما يطلع التشهير وكذا وكذا من صياد يشهر لا الراش ولا المرتش راح يجي يعترف يقولان انطيت هذا الانطا فاسد والاخذ افسد من عنده واللي فوق من عنده مغطى عليهم متواطئوا اياهم لانهم عنده حصة زيان انا بس يحيلوا للقضاء تعال جيب دليلك صبح الصبح كاظم الصيادي مدان عندك حصانة وينك حصانة من شذب عليك باي الحصانة ايش مدرين يقولون والله العظيم المواطن اليوم بشار عده حصانة وعضو مجلس النواب ما عده حصانة ليش والحصانة وجيب الاشماء ورد الاشماء ورفع الحصانة والتصويت لا ما اكو حصانة ما اكو حصانة بينك ما بين الله الدواء مال السرطان فاسد بيني ما بين الله فاسد وبيني ما بين الله اكسباير بدلوا واحد دم الدم بمرض الايدز بيني ما بين الله واذا اسولف لك بعد والله بتشي ويا مريض بالسرطان لا مو سرطان واحد جاب اراد من المدخر مالت الدم ايه بدلوا لدم لقوا الدم مصاب بالسرطان العفوض مصاب بالايدز اسألك بالله شون طب وشون طلاعي شون المصيبة والله بنسولف لك باتشيكو باتش المشاهد والله والله والحقائق اللي عندي قسما بالله تفطر الجبال شو وقت تسولف هذا ما اسولف والله جاي اسولفه شو وقت تسولف المنظام هاني هس لا لا هس انا اسولف لك آلاف بس وين المستمع وين اللي ياخذ على ضوء هاي الامور وروح يحقق يعني مثلا مثلا عندك اليوم ناس 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 اليوم عندك عندهم تلك بعد نظام صدام حسين وسقوط النظام الدكتاتوري اليوم كل واحد عنده مئتين مليار ومئت مليار وفلل وشقق وسيارات اصلا ما سامع بس ماهن والله والله ما سامع بس ماهن وانتروح للسياسة الفلانية وبالنزاهة قل لك ايه اعرف فلان تقل لي اعرف زين يابا ما دزون على اليد قل لي يابا من اين لك هذا هذا المصرف مالتك منيا هاي العقارات منيا هاي الاموال منيا هاي الطيارات اللي يطير بيها قيمتها بالسنة اكثر من واردك منيا هاي الموارد اللي اكبر من موارد كثير من المحافظات منيا انتم جماعة الجامعات الاهلية كل جامعة الاهلية تربح بالسنة ما يقارب 30 مليار 25 مليار دينار عراقي امنيا غير من جلد الفقير يا اخوي غير من هذا اللي ما ملحك كفي لك الله يشتغل ابو عماله ويمطيه على مودي واصله امنيا زين تعال للسفارات تعال شوف ترقاعة السفارات انا اليوم دعيت لتدوير موظفين السفارات بوزارة الخارجية بقية الوزارات حسب الاختصاص ونقل من هو وطني مواطن وطالبت السيد الوزير والسيد الوزير عندنا امل بي وزير الخارجية عندنا امل بي ان يعيد يعني يقيم ويقوم سواء على مستوى العمل الاداء الكفاءة حب الوطن الولاء للوطن عدم ازدواج الجنسية الشهادة خلي شوفها تدري اكو ناس طلع التقاعد وغضوا النظر عنها وبعدين حسيت بيها بديش الدورة وسويت تحقيق والتحقيق نايم بالامان العامة لمجلس الوزراء غضوا النظر عنهم كان المفروض يتغيرون اللي بيطلعون ما عدهم شهادات بس اتلاحقت لهم دول المنشأ مالتهم جابت لهم شهادات مزورة ميش يسوي انا بالسرك الدبلوماسي ما عدها شهادة والله العظيم اكو ناس ما عدها شهادات شهادات مزورة بالسرك الدبلوماسي ايه وحياتك اندوكو بيها ما عدها شهادة بحب الوطن هسا هذا شعر ما عده شهادة بحب الوطن لا والله العظيم لا مع الاسف عليك انا مو شاعر لا وما عده هذا من يحدده ما هذا من يحدده هسا ما عده شهادة كاتمة واحد لا لا انا حدده والعراق يحدده والمواطن اللي راجع بعض السفارات ما اقول كلهم بعض السفارات يحدده انت شايف لك واحد يطبع له ورقة ورقة بخمسة وعشرين يلف دينار السنساخ بالسفارة بالسفارة نقل لي وذا ارده سولف ليه مو قلت لك من سولف لك بتشيك والله بتشيك استغفر زين وتجيك الاحزاب وتدعي حب الوطن يا اخي اجتمعوا اختلفوا على المنصب اتعاركوا اشويب ماردك اختلفوا بس اجتمعوا على حب العراق والوطن والمواطنة شوف انا المفسوخة عقودهم شانت اروح للعباد انا وياه مو على وفاق ها تشيته قلت له تريد تنشئ حب الوطن عيدهم قال ذولا متخاذلين قلت له والله انت متوهيد ذولا بعضهم من سقطة الموصل ذولا بعضهم رجع رجع مرت الثانية بس انت خلال 24 ساعة طلبت يعني المخطط الكامل ورفع المتخاذلين والمتغيبين وذولا اجوا انت قصة بمنطقتي صدقناك وشباب راحوا والتحقوا قالوا ما نقدر بعد نستقبلكم لن رفعنا بيكم موقف رادا وخلال 24 ساعة انتم غير ملتحقين متخاذلين رجعوا بالشارع كظهم داعش وذباحهم والله رجعوا والله هس خلني نفرض 100 ألف واحد كل واحد عده أم وإختي وزوجة وأولاد وبن عم وصديق ذولا كلهم كانوا يلعنون الحكومة ما تدري ليش لأن أقل واحد بيهم عده خدمة أقل شيء سبع سنوات بأقصى الظروف بالأنبار وبالموصل وبصلاح الدين شان يقاتل مع قوله يهرب من معركة والله ما هرب بس الطرق اتقطعت الدولة ما عدها خطة أنا شكتلهم اسمعني عدهم خطأين خطأ الأول قلت لهم أخوان وطلبوا تجميحهم في بغداد وعيدوا هيكلتهم ما معقولة واحد توه مهزوز رأسين الذخة بالمعركة مو صحيح اثنيا دولة المفسوخة عقودهم يصير انتك الواحد رجع لدائر تاكل دائر عم ناس تثبت بأن هي ما عدها صفر بالمية من قضية الفنية بإدارة وزارات الدولة هذول المفروض تخلونه بمعسكرات يدربون ثلاثة شهور ميدان رمي خطاط ووزعهم خمسين خمسين حتى كلهم يصيرون كتلة داخل قوة عسكرية مو عباس بمكان وحسين بمكان وزيد بمكان شيني هذا هاي هاي مو دولة والله العظيم والله مو دولة والله حرب القبائل بزمن البسووس والله مو هيج كان من ينهزمون يصعدون على على الجبل يهيكلون نفسهم مرة أخرى ويعيدون ثاني يوم يحاربون حتى ذولة بعهد الجاهلية قبل الإسلام أشرف من خطاط مهس ماكو خطاط كاظم الصياد المخرج يقول لي صار 53 والله عبالي 4 ساعة من وراها الهم والمصائب القاعدة تشرح وتولد مجد لك بشيك والله بشيك خميسة جاي يجيب إننا من شاكل الفساد لك آلاف مواطن عراقي يشغل ومكاتب من أول يوم آخذ العقد أول يوم أحسب لهم رواتب ولا أقلك يشعني دولة ما مفرهي الشغل شكرا سيد النائب المستقل كاظم الصياد يكون ضيفنا في حديث بلد شرفتنا شكرا حياكم مشاهدين الكرام نراكم يوم الأحد حديث بلد جديد فيما الله شكرا